بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه للتلاميذ سنة ربعة ابتدائي دائما استكمالا دروس الرياضيات ورانا دائما في القسمة اليوم بحول الله بعد ما تطرقنا الآلية القسمة واحد اليوم رانا في حلول دفتر الأنشطة اليوم رح نشرحه لكم تم عارفين أنه أنا دفتر الأنشطة دائما نقول نخليوه للتلاميذ لكن في الدروس اللي يحتاج مساعدة لازم نحلولهم ولكن بالشرح لا أعطي الحل مباشرة إذن وش عندنا في الفيديو السابق الخاص بالدرس شفنا حل التمرين الأول اليوم رح نبدأ بالوضعيات ونحاول نحطيهم أكبر وقت إذن قولوا بسم الله ونبدأ تستهلكوا المدرسة أسبوعيا 9565 لترا من الماء إذا كانت كميات الماء المستهلكة خلال أيام دراسة الخمسة متساوية ما هي كمية الماء التي تستهلكها المدرسة يوميا اللي هنا فقط على التلميذ أن ينتبه هو قلنا هنا ما هي كمية الماء التي تستهلكها المدرسة يوميا يعني يقدر تلميذ ما ينتبهش يقسم على سبعة لكن لي الإقرام ليح الوضعية هنا إذا كانت كميات الماء المستهلكة خلال أيام دراسة الخمسة متساوية إذن مش عندنا نشح حنقسمه على سبعة حنقسمه على ماذا على خمسة وفقط قبل ما نبدأ وكي هنا حاجة مهمة أنا عارفة أن القسمة رهي جديدة عليكم بتالي طفل هنا ما عاش وقته يستخدم وضعية القسمة ومتى نستخدم وضعية أو عملية أخضر إحنا بالقسمة وش قلنا أبنائي مثلا هذه مثال إحنا أعطانا الكمية اللي تستهلكها المدرسة خلال أسبوع ومش أسبوع كامل خلال أيام دراسة فقط إذن قلنا تستهلك في خمس أيام خمس أيام تسعة الاف وخمسمائة وخمسة وستين هذا الكلي نسميوه القيم المقدار الكلي أنا راح نوزعه لخمس أيام نوزع لما نوزع نعطيهم حصص متساوية حصص متساوية لكنها أكيد ستكون قل من هذه إذن في القسمة راني ننتقل من الكل إلى الجزء من الكل إلى الجزء بينما في وضعيات الضرب مثلا يقول لك استهلك ألف لتر يوميا مثلا هذه المدرسة تستهلك ألف لتر يوميا ما هي كمية الماء المستهلكة خلال خمسة أيام يعني هو أعطاني الجزء وأنا نبحثها للكل أنا هنا وش ندير ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف خمس مرات لا مباشرة نعمل ألف في خمسة ألف في خمسة إذن وش نفهمه في القسمة ننتقل من الكل إلى الجزء في الضرب ننتقل من الجزء إلى الكل إذن نأتي لحل هذه الوضعية هو قلنا أنه هكذا دائما تكون شفنا أنه العمليات القسمة هذا هو شكلها هنا عندنا المقدار اللي رحين نقسموه اسمه المقسوم هنا عندنا العدد اللي رحين نقسموه عليه ونسميوها القاسم بشوية بشوية أطفالي رحين تتعودوا عادي كامل نجد صعوبة في هذه الأمور بالتمرن والتدرب نتعود إذن قلنا أنه لما يكون عندي رقم واحد هنا أيضا أرفع رقم واحد إذن تسعة تقسيم خمسة معناها تسعة كم فيها من خمسة؟ فيها واحد واحد في خمسة هنا العملية تصبح ضرب ومن هنا طرح إذن واحد في خمسة خمسة نعم الطرح تعطيني أربعة أنزل الخمسة خمسة وأربعون تقسيم خمسة كم؟ تسعة لماذا ببساطة؟ لأنه خمسة وربعين هي من مضاعفات خمسة إذن تسعة في خمسة خمسة وأربعون هنا أيضا تتحول إلى طرح صفر صفر أنزل ستة ستة كم فيها من خمسة فيها واحد؟ واحد في خمسة خمسة هنا تتحول إلى طرح الطرح تعطيني واحد أنزل الخمسة خمسة عشر تقسيم خمسة كم؟ تعطيني ثلاثة إذن ثلاثة في خمسة خمسة عشر إذن هنا طرح صفر صفر إذن هنا الكمية التي تستهلكها المدرسة بشكل يومي هي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر لترن لترن هنا حين تجريوا العملية أفوقية هاكم تلاحظوا أنه الباقي صفر الباقي صفر لماذا؟ لماذا أبنائي؟ لأنه ببساطة هذا العدد مضاعف لخمسة كيف عرفت أنه هذا العدد مضاعف لخمسة؟ لأنه رقم أحده خمسة إحنا قلنا أنه كل رقم رقم أحده خمسة أو صفر لم نشوف لهذه الأرقام المهم رقم الأحد خمسة أو صفر فهو مضاعف لخمسة هنا انتبهوا جيدا لأنه هذه العملية لم نتطرق لها في الدرس يعني فيها حالة أخرى أحين قسموا على عدد مكون من رقم واحد لكن حالة أخرى مش فيناهاش عندنا أنتج مصنع 12451 قارورة عصير جمعت في سنادق جمعت في سنادق يسع كل صندوق كل واحد منها 6 قارورات ما هو عدد القارورات المتبقية خارج صندوق؟ هنا ما قلناش ما هو عدد السنادق قلنا ما هو عدد القارورات المتبقية خارج السنادق لكن احنا في كل حالات لازم لازم علينا نحسبه عدد السنادق وش معناها هذه الوضعية؟ احنا المصنع أنتج هذا العدد من القارورات 12451 وخمسين وزعناهم في سنادق احنا السنادق هذا مجهول ما نعرفوش ما هو عدد السنادق الحاجة اللي نعرفوها أنه في كل صندوق وضعنا 6 قارورات هنا 6 هنا 6 هنا 6 هنا 6 كم عدد السنادق هذا شيء مجهول ما ناش عارفين اذا عادي جدا هو قلنا ما هو عدد القارورات المتبقية يعني اللي ما حطيناهاش في صندوق اكيد راح نجدوها اقل من 6 هذه اكيد وش راح نديرو نجري بالعملية هادي جدا ماذا لدينا؟ لدينا 12 ألف 12 ألف وأربعمائة وواحد وخمسون تقسيم ستة هنا فقط أعزائي نتابهوا نتابهوا جيدنا اللي هنا وش راح نديرو تقسيم ستة احنا اللي هنا عندنا ستة رقم واحد يعني نجي هنا ونهز رقم واحد نقول واحد تقسيم ستة لا أستطيع بالتالي نجي نهز رقمين ماذا أقول 12 تقسيم ستة معناها 12 حال فيها من ستة فيها اثنين إذن وش عندنا؟ عندنا أبحث فقط عن القلم الأحمر ماذا لدينا؟ هنا في وهنا تصبح الطرح 2 في 6 12 طرح تحتني 00 هنا نزل اللي هنا اللي نتابهوا أنا نزلت أربعة يفترض أني نقول أربعة تقسيم ستة كم فيها لكن أنا اللي هنا أربعة ما نقدرش نقسمها راهي أقل من ستة إذن وش نعملو؟ نزلو خمسة لكن قبل أنا ما ننزل خمسة هذه أبنائي وش ندير؟ لما نزلت أربعة وجدت روحي ما نقدرش نقسمها على ستة وش معناها؟ معناها فيها صفر ستة معناها فيها صفر ستة أضعوا الصفر أضعوا الصفر ثم أنزلو الخمسة فهمتوني؟ نعاول أنا اللي هنا لما قسمت أربعة على ستة قلنا ما نقدرش بطريقة أخرى فيها صفر ستة ربعة ما فيهاش ستة إذن أضعوا الصفر ثم أنزلو الخمسة الآن خمسة وربعين تقسيم ستة اللي حافظ جدول الضرب راح يوجدها مباشرة سبعة لماذا؟ لأنه سبعة في ستة ثنين وربعين هاي ثنين وربعين تصبح عملية وطرح خمسة وربعين ناقص ثنين وربعين تعطيني ثلاثة ونزلو الواحد اللي هنا وحد وثلاثين تقسيم ستة أيضا لحافظ جدول الضرب راح يوجدها مباشرة خمسة خمسة في ستة ثلاثون هنا الطرح تبقى لي واحد إذن لو نحب نجاوب نقول عدد السناديق هذين نحبو نجاوبوها نحبو ما نجاوبوهاش لأنه مش مطلوب عدد السناديق المطلوب هو قلك ما هو عدد القارورات المتبقية خارج السناديق عدد القارورات المتبقية خارج السناديق هي واحد هي واحد إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذ الحالة لولا بأس بحول الله خلال التمرين والوضعيات سوف نعيد مثل هذه الحالة الآن نأتي هنا أيضا وضعية نوعا ما طاوينة لكنها بسيطة جدا أبنائي ماذا لدينا سوف أقرأها بسرعة هنا خرج أربعة أطفال قطفوا التوت البري هنا صار قطفت 177 وأمينة قطفت 209 بينما قطف الطفلين الأخران 1939 تقاسم الأطفال الأربعة حبات التوت بينهم بالتساوي وأحضروا ما تبقى لمعلمتهم ما هي حصة كل طفل من حبات التوت ما هو عدد حبات التوت التي أعطاها الأطفال لمعلمتهم هنا أطفالي الأكيد وشاحين نعملوا أنه أول شيء نعملوا أنه نجمع نجمع ما هو ما هي كمية والله عدد حبات التوت التي قطفها الأطفال يعني طفلها قطفوا 1939 مع سارة قطفت 177 مع أمينة قطفت 209 لما نجد هذا المجموع نقوم بتقسيمه على أربع إذن هنا أجري العملية كمراجعة لأبناء التلاميذ ماذا لدينا؟ قلنا 1939 زائد 177 زائد 209 الترتيب ضروري جدا في عمليات الجمع لدي تسعة وسبعة ستة عشر وتسعة خمسة وعشرون ثم أبناء عمركم لا تستعملوا القلم الأحمر أنا فقط لأجل التصوير عندنا ثنين وثلاثة خمسة وسبعة ماذا لدينا؟ لدينا إثنى عشر أضع الإثنين وأحتفظ بالواحد عندي واحد وتسعة عشر إحدى عشر ثلاثة عشر لدي هنا إثنى الواحد والواحد إثنين إذن هذا مجموح حبة التوت اللي جمعوها الأطفال أضعوها هنا هنا حين تجريوا العملية أفقية وتكتبوا النتيجة هنا إذن الأطفال اللي هنا اقتسموا هذا الكمية هذا العدد اقتسموه بكميات متساوية هما في ربعة إذن هذا العدد نقسمه أنا ببساطة على أربعة ماذا لديه؟ ثلاثة اثنين خمسة أقسمه على أربعة ماذا لديه؟ المقسوم القاسم ورح نجد الحاصل أو النتيجة والباقي ماذا لدينا؟ عندي هنا دائما قلنا نهز عدد رقم عفوا عندي رقم نهز رقم إذن لا أستطيع إذن ماذا أفعل؟ أحمل رقمين ثلاثة وعشرين على أربعة كم؟ فيها خمسة لذلك قلت لكم حفظ جد والضرب مهم جدا خمسة في أربعة عشرين احنا في وهنا الطرح عشرين الطرح تبقى لي ثلاثة ونزل اثنين هنا نزلت اثنين وش نقول؟ نقول اه اثنين وثلاثين تقسيم أربعة كم فيها؟ اثنين وثلاثين من مضاعفة أربعة إذن فيها ثمانية ثمانية إذن ماذا لدي ثمانية في أربعة ثلاثين هنا تتحول إلى عملية طرح تبقى لي سفر سفر ونزل الخمسة ونزل الخمسة خمسة تقسيم أربعة كم عندي واحد هاي واحد واحد في أربعة أربعة والباقي واحد إذن حصة كل تلميذ هي خمسمية واحد وثمانين حبة إذن أطفال أعيد بسرعة بسرعة وش قلنا؟ قلنا أنه أولا نجمع مجموع ما جمعوا الأطفال من حبة التوت وش وجدنا؟ وجدنا 2325 هذا المجموع تقسموه بيناتهم وش وجدنا؟ وجدنا أنه كل تلميذ يأخذ خمسمية واحد وثمانين حبة هو قال لكم أنه الباقي اللي يبقى الباقي هو اللي يأخذه للمعلمة الحقيقة سؤال غريب عجيب أنا ما تفهمتوش خلاص هذا السؤال يعني حصة كل تلميذ خمسمية واحد وثمانين ويأخذوا الباقي سواء للمعلمة أو الأب أو كان يفترض أنه يطرح سؤال طريقة مختلفة الباقي هو حبة واحدة يدوها المعلمتهم ولا أمهم ولا أبهم ولا صديقهم المهم حصة المعلمة هي حبة واحدة المهم أنتم ما تفهموا وتجريوا العمليات بطريقة صحيحة إلى هنا نتمنى فعلا فعلا أنكم تكونوا فهمتو واستوعبتو هذا الدرس الحق أن أحب دروس إلى قلبي دروس القسمة والتناسبية والكسور سنستمتع بها بحول الله كثير فقط أعيد ولن أمل من الإعادة حفظ جدول الضرب ضروري جدا 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 ونقل لكم في أمان الله نلتقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر